اشتركوا في القناة عبر انخفاضه من دينارين ونصف إلى ما يقارب العشر دنانير مقابل الدولار الواحد إلى انعدام شبه كامل للخدمات المصرفية والحاولات البنكية الدولية للمواطنين وهو أمر أثر على عدة قطاعات منها الصحة والتعليم وغيرها من المجلات الأخرى تعودت الحكومة المقترحة على ذكر ذريعة منح الثقة في وقت سابق وتغيرت الذريعة مؤخرا إلى تركة الحكومات السابقة وهذا ملف يلفت الأنظار بعملية حسابية بسيطة فإن التركة التي استلمتها الحكومة المقترحة كانت الأزمات فيها أقل بخمس أو ست أضعاف من الأزمة الحالية سعر الدولار، أسعار السوق، وتدفق السيولة النقدية إلى الحركة الجوية مع عامل الاعتراف الدولي الذي حظيت به الحكومة بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي من قبل الدول الأوروبية وهو ما يفتح السؤال عن حقيقة الإجراءات التي قامت بها السلطات لتخفيف الأزمة ولو لم تكن قادرة على حلها أم أنها اكتفت بالمتفرج المعلق الذي ينتظر الحل؟ اشتركوا في القناة